استقبل المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمراشح الرئاسي عبد الفتح السيسي والمستشار القانوني للحملة وفد من حزب مستقبل وطن برئاسة أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم هذا وقد أشهد المستشار محمود فوزي بالحضور الفعال للحزب خلال المؤتمر الصحفي لتدشين الحملة مؤكدا أن الحملة تستمر في عقد لقاءات متعددة مع كافة ممثل قطاعات المجتمع المصري للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم مشيرا إلى دور الحزب الحيوي في نشر الوعي بين المواطنين في الداخل والخارج خاصة فئة الشباب وكذلك تنظيم عدد من اللقاءات والمؤتمرات بكافة أنحاء الجمهورية ورحب فوزي بكل من يريد المشاركة في الحملة مؤكدا أن الحملة تفتح أبوابها لكل المصريين حيث أن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية مع إطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعية وكذلك إنشاء موقع إلكترونية تعلن من خلاله كافة أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسية